لدى لقاء سموه بعمدة هيوستن الأمريكية أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن شعوب المنطقة هي شعوب محبة للعيش بتناغم وسلام وتقبل التعايش مع الآخر في ود ووئام وهما يؤمن إلى جانب حزمة من العناصر الاقتصادية المحفزة لأرضية متينة لتعاون تجاري واستثماري مع مختلف الدول العالم لافتا سموه إلى حرص مملكة البحرين على دعم التعاون الاقتصادي الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية ومدينة هيوستن على نوح خاص وفيما أشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالعلاقات البحرينية الأمريكية وما تشهده من تطور ونماء في مختلف المجالات فقد أعرب سموه عن الأمل بأن تزداد هذه العلاقة قوة ورسوخا في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة فيما أشهد عمدة هيوستن الأمريكية بصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وبإنجازات سموه الرائدة في كل مجال والتي باتت تسطر تاريخ نهضة البحرين وازدهارها وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر الإقضابية صباح اليوم سعادة السيد سلفستر تيرنر عمدة مدينة هيوستن الأمريكية والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم إلى المملكة وخلال اللقاء أشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بعلاقات الصداقة التاريخية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية مؤكدا سموه الحرص على الارتقاء بأفاق التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين على كافة الأصعدة وفي مقدمتها الجوانب الاقتصادية والاستثمارية لافتا سموه إلى أهمية زيادة التواصل بين البلدين بما يعمق العلاقات الثنائية ويثر التعاون الذي يحقق المصالح المشتركة واستعرض سموه مع عمدة هيوستن الأمريكية علاقات الصداقة والتعاون المتينة التي تربط بين البلدين الصديقين والتأكيد على أهمية تطويرها والتنميتها في مختلف المجالات خاصة في الجانب الاقتصادي وأكد سموه أهمية اللقاءات الثنائية وتبادل الزيارات بين المسؤولين ورجال الأعمال في تطوير أطر التعاون وفتح آفاق جديدة تسهم في إرساء فهم مشترك لتجاوز التحديات العالمية من خلال تشجيع المبادرات التي تهدف إلى تنمية الروابط الاقتصادية والتجارية والاستفادة من التجارب التنموية في دفع جهود التنمية بمختلف البلدان من جانبه أكد السعادة السيد سلفستر تيرنر عميد مدينة هيوستن الأمريكية أن العلاقات الأمريكية البحرينية تتسم بعمق روابط الصداقة التاريخية وما يجمعهما من مصالح مشتركة منويها بما لمسه من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من حرص على تنمية العلاقات المتينة القائمة بين البلدين الصديقين في كافة المجالات